السلام عليكم لأنها طهرت من الحيضة وإما لعلاقة زوجية معاشرة زوجية فلابد أن تقوم برفع الجنابة وتغتسل بعض النساء يتسألنا كيف يمكن أن أغتسل من الجنابة السنة النبوية الشريفة أن المرأة تبدأ أولا بتنظيف الأماكن الداخلية وتطهيرها ثم تتوضأ وضعها للصلاة وتستقني القدمين بعد ذلك تبدأ بالاستحمام فتفك ضفائرها إلى أن هناك ضفائر ثم تقوم بغسل الرأس ويصل الماء إلى فروة الرأس وتبدأ من الشق الأيمن إلى الشق الأيصر تبدأ من الرأس واليدين والكتف والعضد والبطن ثم الأفخاد والأسفل القدمين وتعود من جهة تانية إلى الشق الأيصر فتخلل الشعر والوجه والكتف وبقية أنحاء الجسد وحينما تفرغ المرأة من ذلك ترمي عليها دنوبا من ماء لكن قبل ذلك لابد أن تحتاط من أي مكان من أماكن جسدها قد يصله الماء بعد أن تنهي غسل الجسد تغسل القدمين لأنهم استثنتهما في الوضوء تغسل القدمين ديالها ثم تزيد خطوة إلى الأمام وكتفرغ عليها ذنوبا من ماء حتى تضمن وصول الماء إلى غساء الجسد بهذا تكون المرأة قد حصلت على الطهارة من الجنابة والأجر والتواب عند الله عظيم لأن الغسل من الجنابة يغفر الله به الدنوب وتتحت عنه الدنوب كما يتحت الورق اليابس عن الشجر وهذه نصيحة لأن بعض النساء يهملنا عن منية الغسل ديال الجنابة وكتكون ديالك ساعة معرضة معرضة للمجمع من المخاطر من بينها أنها تصام بالعين وتصام بالحسد وتصام بوسوس الشيطان وقد تصام بالاكتئاب والقلق لأن الجانب النفسي يكون عندما فتوح على مصر عين والغسل من الجنابة سلاح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء سلاح المؤمن السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله